اصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من القوانين بربط موازنة عدد من الهيئات العامة والأجهزة الحكومية للسنة المالية 2021-2022 وتضمنت القوانين الصادرة والمنشورة في الجريدة الرسمية القانون رقم 76 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2021-2022 والقانون رقم 77 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2021-2022 كما وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضا قانون رقم 78 لسنة 2021 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2021-2022 بقيمة إجمالية تقدر بـ 910 ملايين و300 ألف جوني أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة خلال النصف الأول من العام الجاري سجلت زيادة ملحوظة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وشعدت حركة الملاحة بالقناة في الفترة من يناير إلى يونيو 2021 عبور 9763 سفينة مقابل عبور 9546 سفينة خلال ذات الفترة من العام الماضي وللمزيد في سياق التقرير التالي رغم التحديات التي واجهت حركة الملاحة العالمية وتأثرها سلبيا بسبب أزمة كورونا شهدت قناة السويس تسجيل أعلى عائد سنوي في تاريخها خلال النصف الأول من العام المالي 2020-2021 قناة السويس شهدت طفرة كبيرة خلال الآوينة الأخيرة حيث سجلت إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2020-2021 أعلى إراد سنوي في تاريخ القناة بلغ 5.840.000.000 دولار مقابل 5.720.000.000 دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% كما حققت عائدات القناة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 3 مليارات دولار مقابل 2.760.000.000 دولار خلال تلك الفترة من العام المالي الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.6% بفارق 237.000.000 دولار ونجحت السياسات التسويقية والتسعيرية المرنة التي انتهاجتها هيئة قناة السويس في الحفاظ على معدلات عبور السفن بالقناة وكسب ثقة العملاء حيث ساهمت تلك السياسات خلال النصف الأول من العام 2021 في جذب 2519 سفينة محققة إرادات قدرها 620 مليون دولار كما لعبت الحوافز والتخفضات الممنوحة دورا بارزا في تحقيق طفرة كبيرة على صعيد زيادة معدلات عبور كل من سفن الغاز الطبيعي المسال وسفن الحاويات وحاملات السيارات وسفن الصب الجاف خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2021 افتتعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد المؤتمر السنوي الخامس لمجالة الأهرام الاقتصادية تحت عنوان التنمية المستدامة والتحول الرقمي الفرص والتحديات وخلال كلمتها في افتتاح المؤتمر استعرضت الوزيرة جهود الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي والنهج الذي تتبناه الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة مشيرة إلى أن التحول الرقمي إحدى الغايات التي يلتقي عندها عدد من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة تطوير الخدمات النهاردة على المستوى القومي حصل فيها طفرة كبيرة جدا نتكلم على تطوير كافة الخدمات النهاردة من خلال عندنا بوابة مصر الرقمية التي تتعامل مع كافة الخدمات التي تتم سواء هذه الخدمات تتم من خلال البوابة تتم من خلال المحمول تتم من خلال المراكز المتنقلة أو المراكز السابدة التي قامت بها وزارة التخطيط في المحليات أو النهاردة الخدمات التي تتم مع وزارة العدل من خلال التوثيق والشهر العقاري السوق السياحي الروسي هو سوق رئيسي لمصر وكان يتصدر الأسواق المصدرة للسياحة على مدار سنوات طويلة جدا لحتى نهاية 2015 فإن شاء الله عودته إلى المنتجعات السياحية الساحلية هي خطوة مهمة السائحين الروس بيصلوا إلى مصر من عام 2018 عن طريق مطار القاهرة الآن بإذن الله وفي القريب العاجل سوف يعودوا إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر المحاور كلها على التحول الرقمي في مجالة الاقتصادية سواء المجال البنكي سواء المجال العقارات لأنه برضو العالم الرقمي فيه لشكل المدن الزاكية وخصوصا العاصمة الإدارية والمدن الجديدة اللي بتعتمد على الجيل الرابع في كل تطبيقاته عندنا السياحة والطفرة اللي هي بتحصل فيها وكل التحول الرقمي اللي في مجال السياحة الإلكترونية والحفاظ على المقاصد السياحية والزائرين لها بعد الأزمة الأخيرة أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 13.3 من 10% مقارنت شهر المماثل من العام الماضي وبلغ حوالي 3 مليارات و100 مليون دولار وأوضح جهاز الإحصاء أن قيمة الصدرات ارتفعت بنسبة 47.4 من 10% حيث بلغت حوالي 2.840 مليون دولار مقابل نفس الشهر من العام السابق وأرجع جهاز الإحصاء زيادة الصدرات إلى ارتفاع قيمة صدرات بعض السلع وأهمها الأدوية والفواكه أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم بداية جلسات الأسبوع بتراجعا جماعيا للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بدغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب وخسر الرأس المالي سقي حوالي مليارين وستمائة مليون جنيه ليغلق عند مستوى 655 مليار و214 مليون جنيه حيث تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 10153 نقطة خبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساو الأوزان بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 2216 نقطة وانخفض مؤشر EGX 100 متساو الأوزان بنسبة 89% ليغلق عند مستوى 3224 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي حوالي 15 جنيه و63 قرش للشراء 15 جنيه و75 قرش للبيع أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 18 جنيه و55 قرش للشراء 18 جنيه و71 قرش للبيع نسبة لسعر الاستليني وصل سعره إلى 21 جنيه و72 قرش للشراء 21 جنيه و90 قرش للبيع أما عن أسعار العملات العربية فقد سجل الدرهم الأمريكي حوالي 4 جنيه و25 قرش للشراء و4 جنيه و28 قرش للبيع نسبة لسعر الريال السعودية وصل سعره إلى 4 جنيه و16 قرش للشراء و4 جنيه و20 قرش للبيع إلى أسواق المعدن النفيسة حيث استقارت أسعار الذهب العالمي يصل إلى 183 دولارات للأقية على الصعيد المحلي استقارت أسعار الذهب محليا بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصغى حيث ثجل الذهب يار 18 نحو 674 جنيه أما عيار الذهب 21 فوصل إلى 787 جنيه بالنسبة لأيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 899 جنيه أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل سعره إلى 9200 6296 جنيه أكد وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار حرص الحكومة على النهوض بقطاع الانتاج في شركة نفط الشمال والعمل على زيادته وإدامته وتطويره وقال وزير النفط العراقي إن الوزارة تهدف إلى الإسراع في معالجة المشاكل والتحديات الفنية والاقتصادية والأمنية والانتلاقي بخطط زيادته وإدامة الانتاج بالاعتماد على محور التطوير بالجهد الوطني ومحور التعاون مع شركات العالمية